مكان خاص لضيف خاص المكان هو قصر فرساي وليس قصر الإليزي والضيف ليس إلا الرئيس الروسي فلاديمار بوتين فالبلدان شهدت توترا في العلاقات كان آخر فصوله إلغاء بوتين قبل سبعة أشهر زيارة لباريس بعد أن اشترط الرئيس السابق فرانسو أولاند أن يقتصر النقاش على المسألة السورية وسوريا كانت من محاور النقاش في فرساي فإيمانويل مكرو مقتنع بأن لا حل في سوريا من دون الروس لكنه في الوقت نفسه وضع خطا أحمر هو استخدام السلاح الكيموي وتوعد برد فوري من باريس على أي استخدام له في سوريا في شأن السوري ذكرت الرئيس بوتين بأولوياتنا وسنعمل خلال الأسابيع المقبلة مع روسيا للتنسيق لحل الأزمة أولوية القصوى في سوريا هي مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية وخصوصا داعش أعتقد أننا سنتمكن من التعاون مع روسيا لتعزيز شركتنا بعد ذلك آمل أن نصيغ انتقالا ديمقراطيا بشرط ضمان مؤسسات الدولة السورية موقفنا معلوم في الشأن السوري وشرحته مجددا للرئيس ماكرون أساس موقفنا أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب عبر تدمير دول ذات السيادة تواجه أصلا مشكلات داخلية لكنني متأكد أننا سنوحد جهودنا ضد الإرهاب ونحقق نتائج إيجابية في شأن الأوكراني أيضا اعتبر الرجلان اللقاء خطوة أولى وأعرب ماكرون عن ضرورة توسيع المشاورات لتشمل ألمانيا وأوكرانيا أي ما يعرف برباعية نورماندي ماكرون لا يخفي أنه يريد تنسيق مع ألمانيا بشأن روسيا لكن ذلك يبدو صعبا لانعدام العلاقات بين المستشارة الألمانية وروسيا في روسيا ننتظر الكثير من هذه الزيارة ونعتبرها تاريخية فهي بمثابة اختبار للعلاقات الثنائية هناك مصالح كثيرة مشتركة ولا مجال لإضاعة المزيد من الوقت في الخصام في قاعة أخرى في قصر فيرساي استعرض الرئيسان تاريخا مشتركا وزارا معرضا يخلد ذكرى زيارة القيصر الروسي بطرس الأكبر لفرنسا قبل 300 عام زيارة اعتبرت حينها بداية للعلاقات الدبلوماسية المستقرة بين البلدين ورمزا لانفتاح روسيا على أوروبا الغربية اختار ماكرون قاعة المعارك في قصر فيرساي ليكشف عن بعض تفاصيل لقائه الأول بالرئيس الروسي لقاء أراده ماكرون بداية حوار دبلوماسي مع شريك صعب لكن لا مفر منه عزة غريبة سكينوز عربية برساي